لا تزال الجبهة مشتعلة لكن بعض المعارك البسيطة التي كانت تهدف منها روسيا للسيطرة على بعض المواقع الاستراتيجية دون تحقيق تقدم كبير بدأت أتي أكلها والبداية من ليمان أين أعلنت روسيا قبل دقائق عن تحقيق تقدم باثنين كيلومتر باتجاه نهر أوسكول وبالتالي باتجاه خاركوف في بخموت أيضا لازالت المعارك تلتهم الكثير من الجنود والمعدات لكن هي معارك مرتفعات الجميع يحاول السيطرة على المرتفعات ولم يكن هناك أي تقدم يذكر الجبهة أو جبهة أو اثنين فقط نجحت أحد الطرفين في تحقيق بعض التقدم على الميدان وأهمها دونتسك دونتسك هي أكبر مدن دونباس وهي أيضا إحدى أكبر المدن الأوكرانية بمليون نسمة تسيطر عليها روسيا لكن تتعرض للقصف في كل مرة فالقوات الأوكرانية المتمركزة وراء الجبهة منذ سنة 2014 تقصف المدينة بالمدفعية هذا لا يكلف الكثير لكنه يؤثر على استقرار روسيا التي ضمت المنطقة في الاستفتاءات الأخيرة دونتسك تدفع الثمن في كل مرة تشن روسيا هجمات على كييف أو على مدن أوكرانية أخرى ولهذا تحاول روسيا بأي طريقة دفع القوات الأوكرانية إلى أبعد مكان ممكن حتى لا تصبح المدفع الأوكرانية وحتى صواريخ خيمارس قادرة على إصابة المدينة التي تمركز فيها عدد كبير من الروس وبالتالي روسيا تحاول السيطرة على أفديفكا منذ أيام إن لم نقل أسابيع وهي أهم معركة منذ باخمت إلى حد الآن روسيا سيطرت على الجزء الجنوبي من المدينة لكن بدأت تنتهج إستراتية جديدة ففي كل مرة تجد صعوبات في اقتحام المنطقة السكانية تحاول السيطرة على الأطراف بهدف محاصرة القوات الأوكرانية هذا ما يحصل في دونتسك في مارينكا أينما لم تنجح في السيطرة الكاملة على غريغوريفكا بعد مارينكا حاولت روسيا محاصرة نوفا ميخايلوفكا مرة أخرى في جبهة أخرى في رابوتين وهي إحدى المناطق القليلة التي نجحت أوكرانيا في تحقيق بعض التقدم إلى أن يبدو أن روسيا بدأت تسترجع هذه الأراضي وأوكرانيا إذا وصلت بهذه الطريقة ووصلت بمعدل فقدان الأراضي بين كيلومتر إلى كيلومترين مربعين كل يوم ربما ستعود إلى النقطة الصفر قبل هجومها المضاد السيف الماضي